حريق هاء الاندلع في مبنى سكني بمنطقة الفروانية صباح اليوم وادى الى اصابة ثلاثة اطفال وامرأتين ورجل واحد فيما تمت معالجتهم في موقع الحادث من خلال فرق الطبية والتي تواجدت في المكان وعملت ثلاث فرق من الادارة العامة للاطفاء على مكافحة الحريق ومنع انتشاره واخلاء سكان العمارة حتى تمت السيطرة عليه واخماده تماما كما تواجد في الموقع رجال وزارة الداخلية مخفر الفروانية ومرور المحافظة أيضا